جاءت لي بقى فرصة ايه؟ خدمة عملة في مركز خدمة طبع سيانة السيارات اه مركز سيانة السيارات و هتشتغل فيها خدمة عملة خدمة عملة دي بقى كانت الانطلاقة بتاعها اللي هو لما بنتصل بيهم عشان نعمل سيانة العربية مثلا بتردوا علينا بترد اه ككل سيانة موعيد من كذا لكذا وتحجزي كنت باحجز وبعمل فل أب مع العميل بعد ما السيانة تخلص بتصل بيه ايه الأخبار هل مثلا العيب اللي انت حضرت كنت بتشتكي منه او الشكوى اللي كانت عند حضرتك تمام واسمع بقى الفيدباك بتاعهم وكنت بتعرفي بقى يعني الحاجات بتبقى مكتوبة قدامك مثلا قطع غير السيارة او قطع غير العربيات اللي جات تعمل عندك سيانة هاي دي بقى كانت احتكاكي بقى اليوم هو ده بقى لنا عايزة أسأل فيها عشان كده بس أسأل في الجزء دي الاسماء نفسها دي انت تعلمتيها وبتتعمل ازاي مع العميل فل أب وانت مش عارفاها وانا مش عارفاها انا بقى لما انا كنت فاكرة الموضوع عادي هينقل لي الكلام وانا الكلام ده هاخده منه هنقله بقى لمهانس الصيانة او مهانس الاستئمان بحيث يبقى عارف ان العميل الفلاني عنده شكوى في الحتة الفلانية فيحاول ان هو ايه يعني يساعد فيها ليه ان العملة بتتكلم بلغة يعني انا مش لغتي خالص انا عندي شكوى في التيل انا عندي شكوى في الكوبلين الحاجة دي انا معرفاش وانا مش عارفة هو قصده ايه علشان حتى يعني اكتب المشكلة في ايه بالزبط فانا من النوع اللي انا ما بحبش اشتغل في حاجة انا مش فاهمها فقلت لهم لأ يا جماعة انا كده ستوب انا لازم افهم فقلت انا عايزة انزل الورشة لان احنا كانت مكاتبنا فوق والورشة كانت تحت فجيت نزلت يعني خدمة العملة بتاعت المركز ده كانت موجودة في نفس المكان في نفس المكان اللي فيه السيانة نفسها بالزبط بس هم المكاتب بتاعتهم فوق والورشة حالو وده عالم وده عالم تاني مأكيد اه بالزبط الكلام ده كان في 2013 تقعدين في المكاتب في تاكيفات والناس قاعدة تحت زحة يعني بتنزل تحت العربيات بالزبط فاللي هو لا واحنا برضو في السعيد شوية عندنا ان احنا يعني مجال السيارات معروف ان هو مجال الرجالة فاي بنوتة بتشتغل في المركز يا سكرتيرة يا خدمة عملة فانتي ملكيش دعوة باللي تحت خالص الاول هي معروف في كله مش في السعيد بس يعني لا والله في المركز هنا في القاهرة بس برضو يعني ما كانش متعرف علي يعني علشان نكون برضو يعني الصرحة انه المجال اللي انت فيه ده صعب قوي يعني جدا بغض النظر عن انه انت شطرة فيه بغض النظر اني بتتعاملي مع العربية على انها حاجة انت بتحبيها فبتعرف تتعاملي معها لكن انت بيجيلك عملة نفسهم اللي عندهم مشاكل في عربياتهم ممكن يخشوا يزعقهم ده كتير طبيعي لانه احنا الناس كتير من انا بتعمل كده بالضبط ممكن يخشوا يعكسوا ممكن يخشوا يقول لك انا مش عاجبني شغلك يعني ايا كان الحاجة اللي ممكن تحصل بالضبط فالموضوع صعب جدا لا خالص يعني فلما نزلت لقيت اعتراضاته لقيت الدنيا تقلبت انت عالي هنا انت راح فيه اللي راح فيه يا جماعة ما عايز اشوف الكلام اللي بنتو بتعملوه تحت ده علشان اعرف انقلوه اللي العميل فوق لا ما ينفعش الكلام ده احنا ما عندناش كده البنت البنات الوحديهم والويلشة الوحديهم والادارة ومش الادارة وليت بقى ايه انذرات وحاجات كتيرة حصلت معي فاعتر عن المدير طب انا مش فاهمة عنيش انا مش فاهمة هو شكة العميل ايه بالضبط فامفروض ان انا ايه يعني ادخل في المجال فافهم علشان لما العميل يسألني اعرف ارد عليه بالضبط فيقول لي لا هي دي مش مهمتك انت مهمتك بس تسمعي الشكة بتاعته تكتبيها وتنقليها للمهندس هو المهندس هيتفاهم معي طب انا يعني اللي انت عملتيه صح من وجهة نظري لكن انا بتكلم على من وجهة نظر العمل او من وجهة نظر الوظيفة مثلا ما لقتيش بديل ما يسبب لكيش مشاكل مع مثلا مدير ولا يعني يوصلنا مرحلة الانذارات وإلى آخره انه مثلا تعودي مع مهندس مثلا حد من زميلك معلش فلاني فلاني تعالى نقعد تفاهمني ما هو ده بقى اللي حصل ده كانت بقى بلان بي بالنسبة لي بلان ايه ما ننفعش ان انا انزل طب ايه رأي حضرتك بعد ذا المنزل مثلا اقعد مع المهندسين في آخر اليوم بيشرحوا لي ويعملوا لي وكده هو في الاول اعتراض بس اعتراضه ما كانش اعتراض شخصي هو اعتراضه اعتراض رولز للمكان هو المكان قال ان انت خدمة عملة خلاص خليكي في خدمة العملة بس انت كمان كده بتطلبي يعني ساعات عمل اضافية للمهندس اللي هي حيوعد معيتي فده هيكلفه هو فلوس بس فالدنيا كانت كده لكن هو بعد كده لقى مني اسرار انا لأ انا مصر اتعلم فشافني بقى لما انا مصر ان اتعلم ومش هممني بقى الانذارات يعني عايز حضرتك تحط انذار حط انذار بس انا عايز افهم اول ما لقاني كده وان انا مصر فعلا وان انا عايز افهم انا مش بتدلع انا مش نازل مثلا علشان اشوف حاجة يومين وهطلع لا انا مصر ان انا اتعلم فعلا ساعدني ورح جاب لي بقى اكسابشن كده من الادارة خلاص باش مهندسة ريهام كل يوم قبل اليوم ما يخلص بنص ساعة هتقعد مع المهندسين وتبدأ بقى ايه تشتغل وتعرف الدنيا فيها